مساء الخير حلقة جديدة وموسم جديد من تروند ومعينا النهاردة يعني احد من فصيلة هي فصيلة بقى جديدة على المجتمع المصري يعني اللي هو ما يهاجموا الرجال بقى وعارفين انتم الناس دي فحنشوفها ليه بتهاجم الرجالة وهله هي معقدة وهله هي عندها اه يعني مشاكل في موضوع الرجالة وكمان ملك الجمال مصر 2019 و2020 و2021 و2023 طبعا ربنا يستروا ما يتبحونيش على الكلام ده هلا ازايك عامل ايه محمد ملك الجمال مصر 2019 بس اه وخدت دخلت مصابق انترناشنل 2020 مردو تبتكدبش زينب ده زيك يا محمد هو انتي ليه عاملة مشاكل ازاي محمد ليه عاملة مشاكل انتو عاملين معايا مشاكل احنا منا اه هو مش انتو يعني بعض الستات عاملين ليه يعني انا عاوز عارف حياتي والله بجدد قل لي يعني انتي قمتي نمتي صحيتي لديت نفسك بتقولي الستة ترقص لجزها انتي يعني ايه دخلك بالموضوع يعني ايه علاقتك ان انتي تخلي الستة ترقص ولا مترقص يعني انت هتفردي رأيك على الستات وعلى شرط ان كل الستات بيشتموك حقيقة يعني معنى كده ان مفيش قبول خالص لا فيه محمد بس احلين اقولك حاجة ميني ستة اللي بتشتمي او حاجة يعني حدخل معيك واحدة واحدة في الموضوع اولان احنا كان في حلقة وبنتكلم كل حلقاتك بتعودي تقولي الكلام منذوع الدسل اطلاقا ازاي تقول كده انت راجل وطلع تقول كده لا انا بنقل دلوقتي انا بنقل كلام الستة اللي بتقولي عليك لكن انا انا بحب ده طبعا واحب الكلام اللي بتقولي ده فيه صلحك اخدامني يعني لكن انا بنقلك رأيي الستات خليني اقولك حاجة انا بذلك ان المصورة واقفة مش طيقات حاسة بيها شئل وحدها خليني اقولك حاجة اولا ده كان في حلقة من الحلقات بنتكلم بنقول الراجل يعني الستة اللي ما بتهتمش بجوزها ليه بقى و لا مش ليه ده تسألهم هما بقى مش مشكلتي انا بنقولها اهتمي بجوزك اتبخي لجوزك ارقصي لجوزك فواحدة ستة جاءت تقولك يعني انا طول اليوم حطبخ واخبالي من الولاد والبيت وانضف واخسل وعمل وي 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 عملت كده عشان تتشاري واجي بنيرا لأصله عملت كده عشان تتشاري لا الهي شهر دينت لأصل تتشاري هتطلع تعمل اي حاجة على السوشيال ميديا ودي بقت ابصت حاجة واسهل حاجة وانا اصلا صحفية في اليوم السابع من قبل ما ازل تيفي كتير فالترند ده مفيش اسهل منه انا بس عايز اعلق على نقطة يعني التصريح اللي هو نازل ترند ده اللي هو رقصي الجوزك هو بياكل هيا الستة جاي بتتكلم بتقولك يعني ارقص له ولا اطبخ له حتلك ما انت حتخيري ارقصيلي هو بياكل انا رديت قلت لها كده حتخيري ياترقصيلي ويتأكلي يعني ياترقصيلي وتحرمي ياتأكلي وتحرمي ياترقصيلي واتجوعي ياتأكلي وتحرمي ترقصي الجوزك هو بياكل فانا رديت قلت كده فانازل ترند ايوه ما ترقص لجوزها ولما بيطلع برا يبص على رقاصها بتزهر اللي ايه علاقتي انا اقنسة وطلع باتكلم بقول انا البروجرام بتاع اسموز السيد وده خلق اجيب حق الرجالة في حقوق مرأة وفي خمسين مليون بيتكلم عن المرأة مين هاجمهم؟ اشمعنا نفيش حاجة خالص تخص البرنامج تب اشمعنا عملت البرنامج ده بعد ياسمين عز ما طلعت؟ بعد ياسمين عز ما طلعت اي انا قريدي كده كده كنت هعمله بس خلينا اتفك على حاجة لها كل الاحترام لها كل الاحترام لها كل الاحترام والتقدير انا بحترمها جدا لكن انا مش زي انا مش زيها ولا طلع ولا طلع نفسها انا في حتة وهي في حتة هيا بروغرام كلام الناس هيا بروغرام معين وبتطلع بدقية دقتين تطلع تقول جملتين عن الرجل فكده فاديف تاعتها انا طلعت وفخمت وقلت السيد سيد انا سيد سيد طلعت تارجد بتاعي كل الرجل انتو بتتبارف مين يجمجد في الرجل اكتر؟ هو مالو المشكلة وفيه احسر من كده والله ردوا الشبين عندها حق قليق نعم والله الموضوع ضع صعب اه اتنين بيتخنقوا عالرجالة وتتخنق المين اللي تتمجد في الرجل اكتر وواحدة طلع بتشتم في الرجالة لا سوري بسمعش مفيش مين بيتخنقوا عالرجالة؟ بيتخنقوا عشان الرجالة طب يا رب مش اتنين بس يا رب مية ده حاجة حلوة يعني الرجل مهدور حقه ولازم ياخد حقه انا حاس الموضوع بيفتح مننا وبيتطور قوي والله يعني مع كامل احترامي لكلامك انا انا يعني مع ان الرجالة فعلا بقت مظلومة شوية تمام؟ وتاخد حقه بس الستات برضو متبهدل يعني انا في النص ما بينهم فيه كده وفيه كده مش كل الرجالة ينفخمها لا فيه وقت برضو للراجل لازم هديله على دماغه معلش؟ عشان يفوق كده ويعرف انتي انا هفضل ادلعه وهننه وهشتكه اه ده وقت ومن حقه هو كمان هيدلعني وهنني وهشتكني ده محصلش لا هياخد على دماغه اه سي السيد ده يا بابا خلاص انت اخدت دورك كسي السيد ايه خلاص بقى تعرف امتك وقت ما انا اعوز اخليك سي السيد هخليك وهفخمك وخليك اعظم رجل فبنتي محتاجة حد ينصحك يعني؟ يعني مثلا محتاجة الاخت بتاع السيد سيد ولا الاخت بتاع كلام الناس ولا الاخت التانية بتاع اسمها ايه برنامجة اللي هي بتشتمر الجالة دي رضو الشربين اسمها محتاجة حد فيم يديك نصايح ولا انت تعرفي تجيب المعلومات دي من نفسك يعني انت ده انت تربيتي في البيت وعارفة ان الراجل لي حقوق وعارفة ان الراجل انت تدلعيزة ما قلت ولا محتاجة بقى الاستاذة تفكرك انا كقلقة مش محتاجة بس فيه ستات بتبقى عايزة تسمع ده ودنية بتقتنع وهم بقى بيلعبوا على الحتة دي يعني اغلب اللي بيحصل في الميديا ده هو بيلعب على الست اللي قاعدة تسمع ملك كذا قاعدة تطبخ وشغالة كده تلفزيونه واه مش عارف ايه تتأثر وفيه ستات حرفين هي بتسمع رضو الشربين تتأثر بيها تسمع اه ياسمين او زينب تتأثر بيها هي مش عارفة يا عايز تعمل ايه اسمي زينب ده عامل قلق ليه بقى اللي واجه اسمي بقى من ايام يعني تتحس كده من ايام الجزيرة العربية كده وبتاع وهذا بتقوله سيادة العقيد جوزي انا بحبك قوي هرقصلك وهغنيه لا ده عامل في تصريح كمان والله لا ده انت نهاردة الراجل لو ظروفه صعبة المفروض تدور انتي على عروسة وتجوز وهيه وتجوزي معيكي في نفس الشقة امضاء زينب عبدالرحمن عبدالرحمن يا جماعة والله الموضوع يعني انا مثلا انا مثلا متجوز واحدة فهروح هي بقى مراتي العسل دي الامر هتجيبلي عروسة بس ياريت تستشرني يعني ياريت مراتي دي بقى اللي انا متجوزها وعاوز تجيبلي عروسة تستشرني يمكن انا معجب بواحدة صحبتها وهي مش عارفة احنا بقى ثلاثة كدفة واحد ودي بقى ما يكونش اربعة ما كانش بيحصل زمان؟ زمان كان ده دلوقتي ده ده واحدة والدنيا صعبة والدنيا صعبة يعني مفيش الرجال الاصلا معاش فلوس تصرف على واحدة ما يصرفوا على اثنين بل ويتين انا بقى قلت قاعدين معاك في نفس البيت ليه؟ عشان ظروفك صعبة بدلا ما تروح تفتح بيتين بيت واحد وقلت انت المستفيدة ليه قلت انت المستفيدة؟ الست طول اليوم بتجي انت بتدخل من بيت اللي بيحصل بتشتكيلك؟ انا؟ اناش متجاوز ولا هتتجاوز ها 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 الثلاثة طول اليوم بتشتكي الراجل اللي يدخل من بيت انا طول اليوم محدودة في الغسيل بتتهدفي الغسيل تطولي اليوم طبيق طبيق دلوقتي ببقاش لا سواني بس سواني الايرفراير انا بحط سعملك وجبة كاملة متكاملة زي الفل في عشر دقايق لا الستات الموضوع مختلف انك انا بوازلك الماكل دلوقتي حضرتك في حاجة حلة للرز بعملش اي حاجة يعني انا احط الرز في طلع مستوي في ايرفراير بحط البتاعة عليه عارفة بتعف فيه ان انا بس انا ممكن اتبل حتة الفرخة او حتة اللحمة او حتة البتاعة ده بتاعت نشوف لك عارفة عندك ايرفراير وعندك حلة رز عندك غسلة زي الفل نشوف لك عارفة بردو مش همرتبط ما تحاوليش اللي انا بتكلم فيه ان الستة تقول اليوم بتشتكي من شغلها في البيت والعيال وغيره طيب لو حنقول مثلا انت جبت واحدة وتجوزتها وانا ليه قلت عايشي معاك في نفس البيت خلص انت اولا قلنا فكرة الزوجة التانية ليه؟ علشان انت خلاص اللي هو انا اديت اهتمام وديت رعاية ومعنديش طاقة ليك تاني فخلاص كفيت ووفتي خلاص ما عنديكش حاجة تجدهل الدولة في نفس الوقت مقيدة ومعايشة معايكي كده وهو مش مرتاح وانت مش مرتاح يسيبيه يشوف تاني انت تعيش عليها يا رب الجد ده اشوف كل الكلام اللي انت بتقوليه ده يعني هاقتنع بانت لما لقي جوزك متجوز عليك واحدة واثنين وتلاتة انا جوزي انا اولا مش متجوزة انا عارف ان انت مش متجوزة هو ايه موضوع انت مش متجوزة لك اولا مش متجوزة؟ واش هيقولي انت مطلقة والله هنا لا عملي متجوزت قبل كده ومتخطبتش قبل كده ومتجوزتش قبل كده ده من وجهة نظرك احنا هندور في الشرق في اسم ايده سجل المدني سجل المدني لا لا خالص عملي لا تخطبت ولا تجوزت الموضوع ولا ارتبطت لا حبيت مرة واحدة وسابك يعني انت فش سابني انا لو قلت سابني ولا سابت حبيتي مرة واحدة ومتجوزكيش ما تجوزكيش ما حصلش نصيب اذا انت معرفتش حتى وانت ما عرفتش حافظ عليه لفتها لف عينة بنت مش كده خل مش كده ابدا هو راجل زي الفل وزي الأمر زي الفل وزي الأمر ومعرفش يكمل معاك ما اقدرش لا لا اطلاقا مش كده ابدا ما قدرش يكمل معاك سوفيه ظروف ما سمحتش بكالي نصيب؟ ده نصيب ما نجحتش انها تعرف تجاوز مين؟ قال انها ما نجحتش انها تعرف تجاوز ليه وانا عينس الشخص اللي بتحبي ليه وانا عينس؟ وانا عندي كم سنة؟ لا تمامي دي هلقات في حياتنا يعني دي حاجات بنمر بها في حياتنا انا مش شرط اول واحد احبه في حياتي او ارتبط به ان انا اتجاوزه مش انت كنت بتحبيه؟ يعني هو معنى ان احبه خلاص هتجاوزه وما فيه حاجات تاني بتزهرلك خلال معرفتش؟ لا 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 مفيش حاجة اسمها معرفتش رفضك ليه؟ رفضني هنظر يعني ما هو ده اللي هو قدامي؟ لا سوري انا مترفتش لا الكلام ده هنجيب حمائي لا سوري انا مترفتش دي اغنية الحمائي اللي هي بتاعت مترفتش دي بس هو رفضك وما تكملش معاك هو مين ده انت تعرفه؟ هو معنى المسابك هو مات لا مات بük نكيف كذب عليك خلص ممكن يكون بكذب عليك شو عمك دي؟ انا مش مقتنى لان انتي قلت انا حبيت و Forgive game انا قلت ما وفقش ان هتجاوزه ما توفقش انا قلت ما توفقش كل الكلام اوه بين انا قلت ما توفقش انا قلت ما توفقش انا قلت ما حصولش نصيب انا احنا نكمل في حاجات احنا يعني مش متفكين فيها مع بعض مش زي بعض فيها الا انتي موزيعة صح كنت عاملة برنامج حلوة في كايرو تايم كنت عارفة ان انا عرفتك اصلا بقى من شديك من الميس اي جوتوك انا كنت بقى حب اتفرج على طريقة السرد بتاعك كنت شولك شطرة و انا بقولي اهاب جلال يا اهاب ما ينفعش و انا بعتله ميسج مبارح و ربعا ببريكله على قناة هيا على قناة هيا بجدا شايف انها هكون حاجة عظيمة جدا شديد احيانا ده كده انا بركتله قبلك اصلا بعدين اصلا ميسيو ايهاب مش هيتلع من تحت ايدي حاجة ميسيو دي عشان انتي تصفر من سرسرا طب انا الاول فكرة قناة هيا حاجة هيلة و انا اهاب جلال بقول عليه صانع النجوم أسورك ان هو صاحبي وحبيبي و انا بحبه جدا بس ايهب يصنع ايهب مفيش حد حط ايده عليه يعني قال ده هيبقى نجم غير ما بقى نجم فانا بقول له من هنا قناة هي اعتقدها تكسر دمي بس يعني قلاء وزينب يعني زينب هتعمل له مشاكل كتير قلاء طيبة يعني يعني زينب هتطلع هتقول لهم ايه وخصوصا احنا بينا الجانب الاخر من زينب كده عشان هي فاكرة ان هي جاية قاعدة قدامي فان انا هسقف لها فالموضوع مش متعودة فان شاء الله ايهب تعمل القناة جامدة جدا وخد قلاء وزينب معك او الهي يستورك تخيالي ان هي بتقولي انت ولدت في سويسرا وعشت في سويسرا وبعد الله يستورك دي انا شايف ان الدويئة قريبة جدا من الموضوع ده مش هتعلن على الهواني مش كده انت موزيع بقى او والبرنامج ده انت بدأت ازاي ده هو انا بحب اعمل حاجات على السوشيال ميديا فبدأت مع قناة كايرو تايم بعد كده بعمل بقى خاص بي انا دلوقتي بنزل حاجات على انستجرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب وكده بس بحب اتكلم فيه عن الحاجات اللي مش اي حد يعرف عنها معلومات يعني في الشغل كده دايما ايه يعني عشان انا الارتباطات والبتايا والشغل تحس ان الناس ملبسة الدنيا ببعضها كده او الدنيا مستلكة اه هصلك مواقف الشبه كده لا هو كتير يعني عدم السلكان ده بتحسوا اوقات كتير قوي وفي الميديا بزي اه في انتي اصلا شغالة في بانك اه اه ايه علاقة البانك بملك الجمال المصري بالمزيعة بتكسب كتير انتي درايب درايب لا مش حتت كده انا بحب دايما اكتشف نفسي وما حبش اعود ما بعملش حاجة بحب دايما انا بسعف كذا طريق وانا يعني لسه كنت قاعدة بافكر مع نفسي من يومين كده انا بجد جربت كل حاجة جربت المادلينج جربت ابقى موظيفة جربت اشتغل في بانك جربت اشتغل في المamientosريم Oh crises اكتب اني اعمل رواواية اني ما سبتش حاجة انا شايف ان عاندي مش الشهرة انا كنت.. لا اوالبنك ايه الشهرة في موظيفة ايه الشهرة فيها الا انا كنت شايفة ان انا في حاجات ولو بنسبة بسيطة حاس ان انا ممكن ابقى ناجح فيها فبجرب والحمد لله يعني لكني ميسرها لي في كل الحسايا الام دخلت فيها درجة ان كان كولومبي قم قدامي وأنا اللى بختار على حسب المناسب ليا و العيلتي والحياتى بحس انك متحفزة شوي يعني في لبسك في طريق لبسك حتى في علاقاتك يعني انا بحس انك محافزة على الحتة اللي هي ايه انا عندي خطوط كتيرة قوي وفي نفس الوقت عندك ثقة في نفسك يعني انا احلى وحدة الدنيا بتشغلش بالك او الحمدلله انا عندي ثقة في نفسي يعني هي زايدت مع الوقت بصراحة زمان ما كنتش كده بمع مرور الوقت واني احتكت بناس اكتر ودخلت المجالات الكتير بقولك عليها دي زودت كتير اوي ثقتي بنفسي حتى تتحفز او يعني انا كنت حافزة يعني لازم دايما احسك على طول كده لا لا مش شرط والله انت عارف يعني سوري على مستجرام تيشان بس برضو انا بحب دايما ابقى واخدى يعني الميس ايجبت والمجال الفن او الميديا ما يغيرنيش انا واخدى لاين كده حتى في بنات كتير بدا دخول تقول لي انتي ما تأسرتيش سلبا بالظروف اللي حواليكي وده انا حباك يعني ما تفتح الانستجرام كده بتاعيك ونشوف بيبعتولي كيلوليكي يعني ممكن نشوف اه نشوف بقى عرضي اه زينب بيشتموها بمشانا مش محتاجيني اعرف حاجة انا شتموني عندك انت شخصية معانتي يا زينب برضه مش ايه بقى اقولك التصريح التالت او نسمع التصريحات بقى اه لا دي زينب والله يمدلعيتم قصة قصة خليكي ستة عقلة انا اه قوليلي اخر مسج جاتلي كماتش ما تبعديش قولي انا مش بعيدة قوليلي 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 قصد برنامج احنا بصراح بصراح بص اخر مسج جايلي ان في بنت هاي تشتغل معي علشان تعمل يعني اسعادها تعمل ازاي ستايلنج لبساها ده بتجيلي كتير بنات تبعاتلي اوتفتس تقولي ازاي اه واغلبهم بيكون محجبات يعني ودي حاجة بتبسطني بصراحة قد هنا قلك بحبك ولا حاجة لا ده كتير بس ده هاي تسكيبو كده وع الكاميرا تجيب لا ده حاجات كده اه داريها بسرعة بس فاه لا ناس كتير بصراحة يعني برضو من الحاجات اللي بصراحة بتبسطني ان انا مش بيجيلي مسج جز مش مخلة يعني لا الحمد لله مواصفات فتح احلامك ايه بعيدا عن رأي زنب في الرجالة مواصفات فتح احلامي ايه بعيدا عن رأي زنب يعني رأي زنب كارسي كارسي ما هو رأي زنب ان الراجل طلعي فوق الترابيزة يقعد انت حبيبي وانت بتاع وتخسلي له رجليب الملح والبتاع وواحدة متربية في سويسرا ودي عقليتها انا خلينا نطفك ان انا ممتي وبابايا اصلا مصريين يعني ببقي من المنوفية ايوة وممتك من القاهرة منوفية برضو لكن برضو الاتنين من المنوفية يعني بخلة انتي بخيرة بقى شوفنيش دخل عليك بايدي فاضية على فكرة اشاعب انا عايز اقول بقى بجد ان المنايفة مش بوخلة ابدا وعايز اقولك ان المنايفة اصلا يعني ما بيصدقوا يجوا عندهم ضيوف عشان اصلا يعني متعتهم او بيتمنظروا بالكرم طب احنا ان شاء الله انا وقلاء احنا عايشين في التجمع انا كتير في التجمع تنورنا بجد تنورنا لا مش بتكلم علينا احنا اعني انت بوخلة اه لا احنا بوخلة انا بتكلم عشان ما تجيش ماذا كتكد انت عليهم لا انا بتكلم بجد عن المنايفة مدخلتش بيت حتى في المنايفة بخيل حقيقة بيت منظروا وبالكرم بالكرم بجد وكرم زيادة عن اللازم ليهو انت ماشي كمان تاخد فعير عربيتك كمان تفهم بحب اروح هناك كمان بتسافري سويسرا انتي كثير ها سويسرا البلد بأم ودا المدينة لا الهو البلد بقى اللي هي وست بقى الجبال والغيطان والغيطان اه بتروحي انت الحدد؟ بتروحي يا حدد؟ كونو فيه ولا سويسرة سويسرة دلوقتي انا اهلي عايشين مبارا مصير سويسرة والمانيا وإطافة وسيبينك انت هنا لوحدك ما يخدوكي بقى يعني عايشي بقى عايشي بقى رب انا يا كرامنا ان شاء الله امانوا بقى سي السيدة بس انا عايز اقولك انا بس عايز اقولك على حاجة انت هببوازي دماغي البنات لأ ده حقيقة لأ انا احنا بنعمر البيوت اللي الفامنست والناس واللي ماشيين وراه مش عارف ايه خربانة لأ ما تقوليش الكلام ده بجد انا مش متفق معاك انت مش متفق معايا يعني انت لو فيس واحدة ستة كده واخد بالها منك وبتهتم بيك وبترعيك اوفر كده اوفر كده ايه لا انا ما بقولش دلدقة لا لا مش اوفر لا لا مش اوفر ولا دلدقة ايه الاوفر في كده ايه الاوفر انها تكون ستة عقلة بس مراعية بيتها وولادها ومراعيك number one في حياتها تلزيق ده تلزيق ده تلزيق المانت عشان كده متجوزتش مش هتتجوز تحيز واحدة تشحتفك في المحاكم هنشوف لك واحدة فامنست لا انا مبرش محكمة الاسرة هشوف لك من الفامنست والله انا اتجوزت وطلعت ومبرش محكمة الاسرة انا هشوف لك حدا من الفامنست خرجنا دخلنا بالخير وده خرجنا بالخير بقى لو انت راجل تمام وقتل ولا محكمة اسرة ولا ايه حاجة بس اللي انت بتقولي ده هيودي الستات محكمة الاسرة ازاي علشان مفيش تلزيق كده مفيش حاجة اسمها تلزيق مين قال انا بقوله انا عاوز واحدة انا عاوز واحدة انا عاوز واحدة ما تبقاش كابس على نفسي مين قال انا قلت كبسي على نفس انا قلت تديه له مساحت واسبية خد راحته لا تخنو ايه ايوة لا تخنو ايه ولا تزن علي ولا تقري فيه وبعدين يعني ايه راح اتجاوز صاحبة ميراتك انا قلت روح اتجاوز صاحبة ميراتك انا قلت شوفي له زوجة تانية ايه صاحبة ميراتك دي مين جات سيرت صاحبة ميراتك انت دي انت بتقولها انت بتطلع اشاهع علي الوقت تتكلمش على لساني انا قلت صاحبة ميراتك انا قلت كله كده قلت اتجاوزي مش عارفة انا قلت اتجاوز انا قلت اتجاوز راح اتجاوز صاحبة ميراتي واجبها اعيدوا معا ولا احضرتك لا انت ملقيتش يعني غير صاحبة ميراتك ماتت لها واحدة تاق خلص حاجبك ساستم بقى دي بتاعتك ايه ساستم بقى ساستمها بقى بطريقتك دي بتاعتك لكن لا قبل صاحبة ميراتك ايه مش عاوز ساستر إسارة يفترج على الحال عدي بنا يستم طب قوليلي بقى مواصفات فتح احلامي كده بص قبل الفتحة الاحلام انا بص عندي بوينت كده اللي انتو بتقولو ده هقولك فتح احلامي للوالد انا عندي مشكلة مع ان احنا نعلي قوي الاكسبكتيشنز عند ولادنا ازاي؟ يعني مثلا قابلني مشكلة كده انو حد بيقول بيسأل بيسأل حد في علم النفس او كده ان هو طول ما هو عايش مع مامته وبوبا كان شايف ان مامته ماشية على لاين معين ارتبط وتجوز لا امراته ما بتعملش اللي هو شايف طول حياته مامته بتعمله فهو مش قادر يكمل العيشة دي وشايف ان ليه مش زي مامتي وليه مش بنته اصول ومش جدعة ومش بتعمل ده فبدأ هو الطفل متربي وشايف حاجة ان هي حق مكتسب فبنعلي عنده الاكسبكتيشنز جامد فلما هيجي يتجوز او يرتبط هيبقى لازم يشوف ده وإلا هيخرب بيته ويطلقه فهي دايرة مغلقة محنا عندنا اتناس دلوقتي فهي استاذة زينب واستاذة ياسميني عز واستاذ غالبا الشربيني وفي كتير منهم في اكتر اكتر طلاقين برضو بتعمل على السوشيال ميديا كلهم عايزين يشهره عايزين يبقى نجوم هيجننوا ستات كل حد طالع بمبدأ وعقيدة عايش بيها لا لا مفيش الكلمة يعني اعزيني بقى نجوم سوريا استاذ غالبا الشربيني مش محتاجة الكلام عنها استاذة ياسمين عايز لها كل التقديل والاحترام وفي حتة مش محتاجة تتشير فيها بحدي في ياسمين عايز نعم ركزها مع محمد وعشان كده عشان بما اني يعني مثلا قولي معي استاذ محمد يعني دائما نركز بصراحة صعبع محمد استاذ محمد الفرعون محمد ياسمين اوكي دي ياسمين انا ماتش حاجة اسمع ماتش حاجة عايزة تتشير حالفة لو مقايدة محمد ماريتين ثلاثة كنت تعدتين بس انا مش هم او انا اقولي جوزية يعني هي لها كل احترام متعدل لها وجهة نظرين مش جوزية استاذ يعني شفت صعبع محمد يالله ريتلك ليه مفيش حلويات صعبع محمد صعبع زينب في صعبع زينب ايوه صعبع زينب اكيد احلى اكيد بصراحة شفت شفت ليه مفيش صعبع على ليه الظلم ليه صعبع زينب وصعبع ده رد الفياله هيكون ايه بس عشان انت برضو انا مش فاهمك انا مش فاهمك صعبع محمد عجباني جدا استاذ محمد عجباني جدا انا برضو في الاخر بروح للكلام الحلو اللي بيعجبني انتي بتقوليش السيد انا مش تنسايت سيد ده من تفخين عاوز بقى اروح للجانب بقى يعني هو تريند طبعا الناس واخدها عليها تريندات فنية لكن النهاردة احنا حبينا نجيب كده ايه اتنين مختلفتين يعني نجمات جمال في سماء العلام المصري آلاء وزينب وزينب حطه تحتها الخدود بضغط على زينب يعني انتو فاهمين سويسرا بقى وعايشة في سويسرا يعني انا اخري بروح العمرانية عاشف تجمع عاشف تجمع هروح بقى للشكل العامل البرنامج عندنا والحقيقة النهاردة يعني هروح هركز على فيلم على مسلسل ازمة المنتصف العمر ازمة المنتصف العمر ومسلسل بطولة كريم فهمي ريهام عبدالرفور وطبعا انا لازم اقول ريهام الاول بس انا حبيت ابدأ بكريم لان هو اللي عامل مشاكل كتير ميزيك كريمي ان هو حبي كل الستات خب نصحتك جاوز سالمة وطلقها لان هي خلت ابنه يسقط انا معاين ما عنديش مشكلة وما عنديش ازمة راح تجاوز مريم ومن غير ما يقول لمريم ان هو كان متجاوز واحدة تانية انا برضو مزيك يعني يا مريم ابوكي مسألش في الشجون اسمه ايه السجيل المدني ده كان متجاوز بس هو بقى كريم يعني هو اسمه عمر هو كريم ما يتسأل سواني بس بلاش شغل التلزيق بلاش شغل التلزيق انا مش هتلزيه على كريم فاهمي انا هو متجاوز ومراته صعبة اه احنا بنتكلم على عمر بنتكلم على عمر اه ليك حق تعجبه بيه لان الولد ماشو الله نروح بقى لعمر كمان منورة نروح لعمر كمان مش كمان بعد ما تجاوز مريم وبعد ما تجاوز سلمة حب حماته الله عليك فقر العرب انت مسبتش ده انت على اخر المسلسل مش هللاقي حاليم فى المسلسل تجاه مكون ياما اتجاوزت الراجل سمع كلامك وحب كل الستات اللى فى المسلسل وخلف من كل الستات اللى المسلسل بما فيهم حماته وده اخر سي السايد اللي انت بتقولي عليه. انا فيه فئة معينة بتكلم عنها. وانا وضحت ده كويس اوي في البروغرام. حضرتك ما بتبديش علينا. انا بتكلمك عن مسلسل حصل بسببك. فطبعا انا اقلك فكرة ايمن سنين. ايه ده? يعني مصر كلها يا جماعة. ايه ده? طبعا لما نيجي نبقى نتكلم عن الفكرة. فلا. فاستاذ زينة بسهمت بشكل كبير في المسلسل الخزعبلي ده اللي هو ملوش اي علاقة وما فيش حد في نصر هيعمل كده. يخلف من حماية ويخلف من بنت حماية ويخلف من تانية. ايه ده? اغفلو. فكل ده بسبب البرنامج اللي انت بتعمليه. يعني اسم المسلسل ايه? قزمة منتصف العمر. يعني قزمة منتصف العمر بسبب السين. طبعا. وانت اللي شجعتي كريم عبدالكريم بفاهمي ان هو هيعمل مسلسل في كل الخرقات دي. بيتكلم عن فئة في المجتمع. بتظلمش كريم. بتظلمش كريم. وهو اكلمها على بتاعه وبرده عادة بتلزق في كريم. ما فيش فايدة. هيا واخدى السيستم التلزيق اسلوب حياة. ما عنديش الكلام ده. انا ما عنديش الكلام ده. ما عنديش. ومش. كريم فاهمي. انا بقول لي كريم فاهمي. كفاية كده يا حبيبي. اللي انت عملته ده في السباح حلقات. كتير قوي. ورغم ان انا بحب المسلسل. اقسم بالله. انا مستني. انا مستني الحلقة تيجي النهاردة في الساعة 11 عشان. اكثر من الاهلي ورية المدريد. ان شاء الله تمنى طبعا فوز الاهلي للمدريد يا. عشان انا بشج. انا مدريدي. انا اصلا ازبيني. انا اصلا ازبيني. انا اصلا ازبيني. ان شاء الله فوز للاهلي. طيب هروح كمان. فبرفع عليك كريم. رفعت راس الرجالة. وحش. وحش. انت مع مين. انت منين. ومع مين. انا اش فاهمك. لا انا في الاول. فعيزين. الموقف بعد كده بقول له اسد. يعني بجد رفع راس الرجالة. حب كل الستات. وانا انا ما رفعتش انا ما رفعتش راس الرجالة. وانا مش عمالك بهدل وتمرمت وتشتم وتحان بسببكم. استهلي. انا حابة بالموضوع عن انت يعني فهمها. السفتان بيحبوك جدا. طيب الخبر التاني بقى عرض خاص فيلم الحب في تفاصيله. الحياة برضو كان فيلم جميل جدا. محمد نور. بطل الفيلم. محمد نور بطل الفيلم. محمد نور. تمام. مين هيخدش فيلم محمد نور? لا وملك قورة. اسمها قورة صح? ايه يا جماعة? اعتقد في ممثلين حلوين جدا في الفيلم با. بس انا متفاجئ قوي من محمد نور اللي هو اصلا ما بينجحلوش في اغنية. وملك قورة اللي هي اصلا ما بتطعفش تمثلي. يبقوا ابطال الفيلم هما. عموما مش مشكلة. ان شاء الله رب نقف اغنى فيلم ينجح. يعني انا برضو هقولي. انت انت بتنكش في الناس ليه? لا ده مش نكش ده انا بقولي الخبر يعني. انت بتنكش في الناس. ده كمان. لا والله يعني عصلي. انت تخش فيلم ده? انت حضرتك. نقول حضرتك. لا انت. يا استاد محمد. انت كاس السيد. اه. وكده يعني. واحدة تقولي صابع الراجل لازم لمجدها. واحدة عالمية. تمام. اه. اه اه. تخش فيلم زذا. يعني تخش فيلم يحمل هايزجي. التفيمتين الكبردور. محمد نورو. ملك قورة. اه. ملك كورة. اه. اه هو فاضي. ايه مش مش فاضي بس مش كلتين شو شهد. عندي كتنا برنانة كل يوم. اه. اه. 24 ساعة. اه. لا ادخل عادي.听 Life is app in. بشوفهم ايه. كمان اعاود عاوزي بارك ابارك لمصفى عبس في الفيلم ده. وانا فرحان انهم مصفى عبس بقالة الحياة بشوفو على العفيش. لان فيلتك Ladam has been to aura' الشباب المكتهرة جدا اللي يعني انا كان نفسي من زيانا اشوفه على اعرفيش فل فدي حاجة حلو يعني احنا برضو بمحاول انت عاملت بيروغرام ده هو الراجل محمد نور على فك انا بحبه جد وعنده اغنية انا بحبها قوي اسمها الجاني اسمال عادي لا يعني انا بتكلم على التسويق ده ينفع ولا لا ممكن يعني بس برضو يعني نفسي المخرج شايف ليه نظرة مش المخرج ممكن يغير مش ممكن واحد يبقى صانع النجوم زي ما انت ما بتقول يجيب ناس ما عندهاش خبرة لان محمد نور هو اللي جايب المخرج والمخرج كان في انترفيو معي قال لي الكلام ده يعني على الفيلم اللي حسابه اه ده حاجة حلو يعني محمد نور هو اللي جايب المخرج وهو اللي مرشح للمخرج از حال النور شاطر يعني كمطرب شاطر يعني اغنيوسوكو حلو ومسلا عمل كذا ده حلوين انا كان نفسي يبقى في جراندات اكتر شايفين فلن فينجح بجد صح ممكن ممكن والله ما بهزرش يعني كان ينجح بجد وكان محمد نور يتشاف بشكل احسن اصدق اوكي ممكن انما انا اجيب ملك ومحمد مهو الجمهور مش هاخدش يا كده انه هما انه الجمهور الابطال اصدق يعني وبكرا تفتكروا كلامي ده يعني الارادات هتأكد كلامي انا راجل فاهمكو عيسر انا بقوله ربنا يوفقه ان شاء الله ان شاء الله ووفقك يعني ووفقك في السيد وان شاء الله يا ربنا يا ري كريمك كده ويهدي ستات وتروح تعيش في سويسرا عافك يا سويسرا جده لا انا عايش في مصر لا انا عايش في مصر والله ما وهزرش يعني حاولي تجربت عايش في السويسرا عايش في مصر حسافر لكم كم أسبوع كده لا يعني بصت أنت عايش في السويسرا طول عم وما تجيش حتبست المسج دي مين بعد هالك مين بعد هالي عن طريق يعني المسج اللي انت بتقول لي مين طلب منك لا انا بقولي كرا عشان انا بشوفيك بتشتمي كتير اوه صابت عليك فهلت صابت عليك انتي بنت ناس وسكتنا في التجمع وكده والله عظيم. بهدلوني بجيب اكل في الشارع. اه مانكي افسي. بهدلتني هناك. واحدة ست. حد دربك؟ لا ما انا بمشي بجري. لا يعني مفيش واحدة حدفتك. لا واحدة قالتلي. ربنا يغدك. لا دي بتقال كتير. والله. ومالك مبسوطة جدا. حاول ايه. واحدة قالت. انت فخورة بنفسك قوي كده. جدا. بس والله عظيم واحدة قالتلي بس المحك. بس طلعه كده اللي هو. طب جد. انا بمشي. مش بعرض نفس الحاجة. الله يخلي. طبعا محمد رمضان هنشوفه كمان في رمضان. وهو كنحية دايما محمد رمضان. كالعاد. زي ما قلتلكم. محمد رمضان لما يتزيني. اي حاجة تضايق. اي طلع تصريح كده. اي حاجة فتاة. حاجة جميلة جدا. فقالك. ان الفن في يعني مجمل تصريحه يعني. ان الفن هو اهم من حضارة الفرعنة. الفرعنة. اي عم محمد. يا عم هتزعل مننا كده العفاريت. مش كده يعني في ايه. ايه اللي الفن يعني هو عاوز يقول حاجة. فامو افورها بشوية يعني. اللي هو قالك الفن هو اهم من اي حاجة. اهم من الحضارة الفرعنة. فهو برضو محمد رمضان بسكوتش. هيتجوز اربعة في المسلسة. برضو ماشي على النهج بتاعك وبسببك. هو مسلسة ليسمه العمدة. ومتجوز منا فضالي. وايمان وايمان واحد تاني. اما تجوز تلات امارات. فده بسبب البرنامج بتاعك اللي انت بتعمليه اللي بتعود تقولي رجالة تجوزوا تجوزوا ام حمد رمضان اتجوز تلاتة. بيحارب العنوشة. عرفي احنا عددنا كم وانتوا عددكو كم. دي كانت حلقتنا النهاردة. في ترند. اعتقد حلقة يعني هتبقى بطعم الستات. قبل ما تفنش الحلقة قولي رأيك ايه في السي سايد. بصراحة. لأ انا كمحمد مبسوط جدا من زي. انا ببزت لكن انا كراجل يعني. وكستات اللي بيحصل فيهم بسبب البرامج دي بصراحة مش مبسوط من الاداء اللي هو دا. لكن انا كراجل اللي عبست لكن انا برضو ببص في الاخرى على الستات اللي معنا. الستات دون حاجة ربنا كرمهم. بس انت بقى عاوزة تخليهم يرقصوا ويطلع فقط. الله الله ما ترقصلكش ليه. ما هي ترقصلي بس مش لازم انت تقولي لها. لا ما اقول لها علشان هي لما تعد قدام البرامج التانية اللي بيتكلموا فيها. لا اديله على عينه اديله على دماغه. انت لغاية اللحظة دي ما تجاوزتيش يعني ما انجحتيش في اي حاجة اللي انت بتقوليه. انا ما انجحتش ايه اللي الفشل في اللي انا فيه. انا واحدة لسه صغهرة في السن لسه ما اتجاوزتش. انا مش واحدة في التلاتينات ولا في الاربعينات. انا لسه. هنشوف لما تتجاوز هيحصل. هيعمل كده هيبقى سي سايت. يعني كان في حد كده اي الكلام على الاحدى. ده انش قدر اقوله يعني. بس يعني على الاخروات يا فهلا مش هل. وحطلعه هو اللي يتكلم ويرد عليك. تمنى يكون كده افعيله فلوس. ممكن وهم انه هيقول. نورتونا ومشرفتونا. انت كده تحس كده. مالك الجامل فعلا. ايه يا جد. كاريزما برضو. كاريزماتيك يعني على رأيي. على رأيي. بخارو. عارف اللي هو طويلة بيت. وقفة جنباية كده مش اقول. لا والله مش اقول بيت. فعلا. لا الاقي تحسيها كده يعني فهم ما اللي هو. الفخامة كده. كاريزما كده. حسي بقى هي مش بتاعت السيد. مالها بتاعت السيد. مالها بتاعت السيد. مالها بتاعت السيد. يعني هم اصلا يا من حظهم ان واحد زي الامر بتتكلم عليهم يعني بسرعة. شوف تقوليله بقى. الله الله. يعني خلاص كده. السلام عليكم.